مرحباً لكم في دروس شرح ثلاث الأصول لتأكد ببو مالمي الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وعند الشيخ أحمد بن عبدالله حكمي حفظه الله تعالى وشرح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين باياكا درسنا باتا منصعي أقول إن شمعنا تأشيخ محمد بن عبدالعثمين ودى ماليه كاو تنونة شوا لا إكراه في الدين أتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقط استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها الشيخ محمد بن عبدالعثمين جاء كلمة استمسك تابي تمصف عرفي مكا جب بيانيشي درس ديقباتا درس منيو ماليشي قوله قرمالا ديقا هويشي اللا ياتي بالعروة الوثقا دي اجيامي قهاري ودباتس انكيوا ماليشي بياني هاكياري قايا قباتا جوا العروة الوثقا ايشيني الديني كما أصل موانن العروة شيني قرند اكي دورة هنو والوثقا كما سناني نتانيثي نا الاثق جوا دي عروة الوثقا يناني في ميكارفي ودباتا والواليبا يعي ركو دا ديني يعي ركو ميكارفي يعي ركو دا يلوان ركو دا وانا Mercier يعي ركو دا وانا نعرف يعي ركو دا وانا نعرف ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 عن كلمة من قنقر من قنقر نانسي قنقر يمنع نانسي قنقر يسهل على نانسي قنقر من قنقر وأساس قنقر من قنقر هو التوحيد يدعو شمالاً أيها وأقول وقال 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 تطلبون من قنقر من قنقر من من قنقر من قنقر من قنقر من قنقر وإنسي قنقر من قنقر من قنقر من قنقر فإنسي قنقر تدين الله به فانظر عمن تأخذ هذا العلم عمن تأخذ هذا الدين ويقول الإمام مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم من أربعة معلن السفة وصاحب هوا يدعو الناس إليه ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجل إله فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به انتهى ومن أهم وسائل ثبات العلم وزيادته حسن الفهم وحفظ العلم والعمل به فحفظ العلم من أهم الوسائل لثبات العلم يقول الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل ونستعين على طلبه بالصوم وقد أثر عن غير واحد من السلف واشتهر عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أنه قال ما بلغني حديث إلا عملت به وما عملت به إلا حفظته وقال وكيع رحمه الله إذا أردت أن تحفظ الحديث فأعمل به ومذاكرة العلم مع الشيوخ والأقران هذا منهج السلف ولم يكتفوا بذلك بل حثوا على المذاكرة وبيان أهميتها وأوقاتها المناسبة بل تجاوزوا إلى التطبيق العملي فمارسوا مذاكرة العلم بشتى الصور مع الشيوخ والأقران ونحو ذلك يقول أنس بن مالك رحمه الله كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث اسمعوا يقول رضي الله عنه كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه حتى نحفظه هكذا كانوا رضي الله عنهم وهو بهذا يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من السلف يبدؤون في المذاكرة من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح يعني من شدة اهتمامهم بالعلم ومذاكرته ربما يأتي عليهم الصبح أو يطلع عليهم الفجر ويؤذن المؤذن وهم لا يزالون يذاكرون ويراجعون ما تعلموه والصبر والمثابرة والدأب في تحصيل العلم كان سبيلهم ولا أدل على ذلك من تلك الرحلات إلى البلدان المختلفة وتحمل المشاق في سبيل تحصيل العلم في سبيل المشاق اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر